المجلس الأعلى المضطردين وما حققته وتحققه من إنجازات ومكتسبات متتالية تبعث على الفخر والاعتزاز في مختلف المجالات وبمناسبة يوم الشهيد استذكر المجلس بتقدير وإكبار الدورة المخلص والتضحيات الجليلة التي قدمها شهداء البحرين في سبيل أمن البلاد ورفعتها واستقرارها وفي سياق آخر رحب المجلس بنتائج اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم بدولة الكويت الشقيقة وما أسفرت عنه من مخرجات بناءة ومثمرة بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ثم اطلع على مذكرة من الأمان العامة حول نتائج اجتماع لجنة مراجعة الخطط والبرامج الاستثمارية المستقبلية لإدارة الأوقاف السنية لعام 2025 كما استعرض تقرير لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بخطة المجلس في إعمار الجوامع المترجمات في القناة مباشرة اشتركوا في القناة